السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج discover primary 3 او الصف الثالث الاقتدائي term 1 الترم الاول والنهاردة هنشرح lesson 6 في شابتر 2 making a healthy body او ازاي نعمل جسم صحي صفحة 47 في الكتاب وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم طبعا lesson 6 زي ما احنا شايفين عنونها my heart my heart او قلبي heart يعني قلب my heart يعني قلبي بيكلمنا النهاردة عن قلبنا وازاي قلبنا بيقوم بالوظيفة المهمة بتاعته ان هو يضخ الدم في انحاء جسمنا كلها وهو بيقوم بوظيفة من اهم الوظائف اللي بيقوم بيها جسمنا هنتعرف عليها دلوقتي وهنعرف ازاي فحنا بيقول لنا read the story اقرأ القصة with your shoulder partner with your shoulder partner مع زميلك في الفصل use a pencil استخدم المرصاص to underline words you don't know to underline words you do not know عشان تحط خط تحت الكلمات اللي انت مش عارف معناها فبيقول لنا هنا your heart has an important job your heart has an important job يعني قلبك بيقوم بوظيفة مهمة it keeps blood moving through your body it keeps هو بيحافظ على blood moving through your body ان الدم يفضل يتحرك في انحاء جسمك blood carries oxygen الدم بيحمل الاكسوجين and nutrients و العناصر الغذائية to every part of your body لكل جزء من اجزاء جسمك the heart القلب is a muscular organ a muscular organ يعني عضو عضلي about the size of your fist about the size of your fist حجمه قد حجم قبضة يدك عارف كيف في ايدك كده وانت قفله على بعضه ده اسمه fist حجمه قد حجم قبضة يدك كل واحد فينا لو قفل قبضة يده كده هو ده حجم قلبه اللي جوه جسمه it fills with blood هو بيتملي بالدم when it expands when it expands لما بينبسط or stretches or stretches او يحصل له انبساط يحصل له stretching كده when it contracts contracts يعني ينقبض or squeezes squeezes يعني ينقبض برضو يتعسر على بعضه it pushes blood out into blood vessels pushes pushes يعني بيدفع blood out الدم للخارج into blood vessels للأوعية الدموية that runs through the body that runs through the body اللي بعد كده الدم بيجري في انحاء الجسم blood returns to the heart الدم بعد كده بيرجع للقلب مرة تانية from the body من الجسم through the veins through the veins من الأوردة through the veins veins العروق الأوردة it enters the right side بيخش للجنب اليمين off the heart من القلب علشان خاطر بيبقى الدم راجع بقى من الجسم محمل بقى بساني اكسيد الكربون وساني اكسيد الكربون عايز يخرج من الجسم فالقلب بياخد الدم ده بيدخل للقلب علشان بعد كده يورديه للرئة يقول لها يا رئة خدي الدم ده عليه ساني اكسيد الكربون خرجي ساني الاكسيد الكربون اللي فيه ده ودخل لنا اكسيد الكربون عليه تاني وهو هيبقى بعد كده عليه النيوتريانس او العناصر الغذائية عشان نرجعه للجسم تاني والجسم يفضل عايش بشكل سليم علشان كده الدم بيرجع للقلب مرة تانية فبيقول لك هنا بلود ريترنس تو the heart from the body through the veins الدم بيرجع للقلب مرة تانية عن طريق العروق it enters the right side of the heart بيخش من الجنب اليمين في القلب the heart then pushes blood to the lungs بعد كده القلب بيدفع الدم ده وبيضخه لللungs او للرئتين oxygen from the air الاكسوجين من الهوا we breathe اللي احنا بنتنفسه is added to the blood بيتم اضافته بيتم اضافته للدم مرة تانية in the lungs في الرئتين blood filled with oxygen الدم بيتمالي بالاكسوجين travels from the lungs بيتحرك من اللungs او من الرئتين back to the heart back to the heart مرة تانية للقلب it enters the left side بعد كده بيخش من الجنب الشمال بيرجع للقلب مرة تانية في الجنب الشمال بعد ما بيرجع من الرئتين يبقى it enters the left side of the heart the blood is then pumped to the rest of the body بعد كده بيتم ضخ الدم مرة تانية pumped يعني بيتم ضخه مرة تانية to the rest of the body لكل لباقي أجزاء الجث through arteries through arteries عن طريق الشرايين arteries يعني الشرايين to deliver the oxygen and other nutrients to deliver علشان يوصل the oxygen الأكسوجين and other nutrients والعناصر الغذائية التانية بعد كده بيقول لنا the heart beats the heart beats many times per minute the heart beats beats يعني بينبض بيدق مرات كتيرة كل دقيقة each beat كل دقة من الدقات دي pushes blood through the body بتدفع الدم لأنحاء الجسم the heart continuous the heart بتاعنا بيستمر to beat for your whole life for your whole life على مدى حياتك ما بيعمره ما بيوقف عن أنه هو يعمل beating أو أنه هو ينبض يدق طول ما احنا عايشين وينها مدينا صورة جميلة للهارت اهو في النص وهدي اللنغس او رئتين حواليه وبيوريك أن ال right side بيخش فيه الدم اللي ما فيهوش اكسوجين وبعدين بيخش الرئتين ياخد الاكسوجين ويرجع يخش القلب مرة تانية في ال left side زي ما قلنا وهنا بيقول لنا blood flow او الدم بيتدفق وبعدين هنا بيقول لنا to the body بيروح بها كده يتحرك الجسم اللي هو لونه احمر ده علشان يدولي الاكسوجين وهنا جاينا وهنا جاي لنا from body جاي من من الجسم محمل بثاني اكسيد الكربون وهنا بيوريك middle heart وده اللونغز بيقول لك هنا هنا fun fact او fun fact او حقيقة ممتعة بيقول لك laughing is a good workout for your heart workout يعني تدريب بيقول لك is a good workout for your heart يعني الدحك بيعتبر تمرين جيد لعضلة القلب بتاعنا او للقلب بتاعنا بيقول لك طبعا الكي هنا المفتاح ان انت تقرر بي الرسم ده الرد اللي هو اللونه red بيبقى oxygen filled blood oxygen filled blood او الدم المحمل بالاكسوجين والblue او الازرق ده oxygen deplated blood deplated blood اللي هو مش موجود في الدم تم استخدامه واخده تم اخده من الدم وتم استخدامه من الدم يبقى الred مليان oxygen والblue ما فيهوش oxygen خالص ونتنقل الصفحة اللي بعد كده خليكم معي ونروح لبيج 48 او صفحة 48 وانا بيقول لنا about my heart about my heart او عن قلبي وانا جيب لك صورة للهارت بتاعنا والقلب بتاعنا فبيقول لك write your own heiko about the heart heiko اللي هي حكمة ممكن يكون شعر ممكن يكون معلومات معينة فانت بيقول لك هنا اكتب ثلاث سطور او ثلاث معلومات about the heart او عن القلب وميديك هنا الهارت image او صورة القلب وبيقول لك هنا جوا في ثلاث بيقول لك هنا جوا ثلاث سطور عايزين نكتب فيهم ثلاث معلومات عن القلب فممكن نكتب مثلا heart is doing important job heart is doing important job او القلب بيقوم بوظيفة هامة او القلب بيقوم بوظيفة هامة تاني معلومة ممكن مثلا heart is working all the time heart is working all the time القلب شغال طول الوقت ثالث حاجة مثلا ممكن نقول laughing is good for heart laughing is good for heart الدحك مفيد او جيد للقلب دي مثلا ثلاث معلومات احنا ممكن نكتبهم هنا انت ممكن تكتب ثلاث معلومات تانيين من المعلومات اللي انت استفدتها من الدرس المهم ان انت تكتب هنا three lines او ثلاث سطور about the heart about the heart او عن القلب بكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو عجبك الدرس اعمل like اتمنى الاي الف واحد استفادوا او الف like تحت الفيديو والاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته